احنا اليوم قلت هذا منذ مده هو قالوا قبل الغنوشي بطريقة اخرى طوال قيس سعيد يقول اليوم وانو الاصلاحات الكبرى هذية ورفع الدعم راوسي ينجم يأدي الى ازمة اجتماعية واضطرابات اجتماعية وهذا ينجم يلقي بذلاله على الامن الاوروبي وانو بش تطلع درجة الهجرة غير الشرعية قالها قبل الغنوشي ما قالها اوترامون الغنوشي ما حكاش على ناس مش معناها مش يغزو اوروبا بسبب الوضع الاجتماعي حكاق بل على غزو اوروبا من طرف الارهابيين والمقاتلين يعني نحن لكن اليوم رجعنا من ناحية اخرى اللي احنا من اهم الدوسيات اللي نجموا اليوم نفاوضوا بهم على الاتحاد الاوروبي هو بيع الحدود سلامة وامن الحدود لكن هل انه اليوم الاتحاد الاوروبي طالب منه مزيد الحرس فقط او انه طالب منه مهام اضافية او انه يرعى انه كان يرصد مبالغ مالية لتونس باش تونس والي تحمي المداخل للاتحاد الاوروبي يتكلف لهم اغلى او بالعكس يتكلف لهم ارخص من اللي هما يهبطوا يحميوا تلك الوحد اتوا نشوفوه الموضوع ذا وهذه مناسبة باش نطلب من السيدة رئيس الجمهورية وانه يقول للسيدة ميلوني او يطلب منها حسن معاملة المهاجرين غير الشرعين التونسة اللي يقيم حاليا في المحتشدات الايطالية الدنيا اخذ وعطا كما نحن اليوم نامنه في السواحل على الاقل رئيس الجمهورية يطالب ميلوني بتوفير معناه لراجل مينما للقواعد الدنيا متع المعاملة الانسانية بخصوص المهاجرين التونسيين اللي وصلوا بطريقة غير شرعية للتراب الايطالي